السلام عليكم. في الفيديو ده هنكمل سلسلة اطارات الوجه او الاشكال الهندسية للوجه. في الفيديو ده هنتحلل الوجه المعين او هنشرح الوجه المعين. ازاي بنرصده? وازاي بنعرف تفاصيله? ازاي بنحده بدقة? وفي نفس الوقت هنعرف اه ايه الصفات الملامح بتاعته? والصفات بتاعته ايه بيتصرف ازاي? طريق التفكير وعامل ازاي? وايه يعني ايه المفروض يعمله عشان يحسن من نفسه? فبدو المقدمة كتير. يلا نبدأ. مبدأيا كده يعني اهم حاجة في الوجه المعين اللي هي الحتة دي? العظمة اللي هنا دي. ايه العظمة دي? اللي هي دي? العظمة. تلاقي الجزء ده بارز لبرا كده. بروز عظمي. مش بارزة والسلام. لا لازم تكون بروز عظمي. ان في الناس بتبعتك كتير. لازم في شخص بعيدة من شوية بيقول لي اه ان انا وجه معين. ببص كده عنده ما لقيتش فيه بروز اصلا. هو الحتة دي عريضة يعني الجزء ده كله عريض. بس ما عندوش دول بروز. كان الوجه بيضاوي عادي يعني. فالفكرة لا ان الوجه ده معين. في عظمة هنا. كمان الحاجة الاسسية في الوجه ده ان كمان بتلاقي الوجه عريض. يعني زي وزي المربع. واجه مربع ولكن بتلاقي العظمة دي بارزة كده. وكمان بتلاقي الجابهة من اللي هي بتضييق لاعلى. بالمنزر ده ده. كمان كمان من اهم الصفات اللي بتقوم في موجودة في الشخص ده ان الفك بتلاقي مسحوب بالمنزر ده كده. بمعنى ايه? هقول لك انا. يعني الفك بيكون ديء. لازم الشرط اساسي ان الفك ده يكون ديء. لو الفك مش ديء يبقى مش معين بالنسبة مية في مية. يعني بمعنى ايه? بمعنى يعني ايه فك مسحوب اصلا. فيه انوع كده الفك. تمام? انا باتكلم عن الفك اللي هو بتلاقي عامل كده. كده. زي وزي الدونجوان بالزبط بس واخد نفس الشكل. يعني الدونجوان بيبقى عامل كده. لأ انا عاوز بقى اللي هو دق. يعني زي وزي الدونجوان بس بيكون الفك ديء شوية. تمام كده? طيب. كده خلصنا? لا ما خلصناش. بتلاقي كمان الداني دي مستقيمة من تحت. شخصية مشاكسة. او بمعنى اصحة ممكن تلاقي مسلا الفك بالمنزر اللي هو ده كده. كده. تلاقي بالمنزر ده كده. او هتلاقي في هنا خط ايه. هجيب لكم صور دلوقتي وهنتفاهم في الموضوع ده. طيب يعني ايه بقى ملامح الوجه ده وازاي بنعرف صفاته? اول حاجة في صفات الوجه المعين ان هو بيكون شخصية مغامرة. يعني ايه مغامرة? يعني بتحب تجرب كل حاجة دي ده. بتحب ان هي تكون في اصارة مستمرة. بتكون في حاجات جديدة تجرب اي حاجة بتلفت نظرها من الشخصيات اللي عندها طاقة عالية جدا جدا جدا. فهي ممكن يعني تستخدم الطاقة دي في حاجة كتيرة في حركة كسيرة الحركة بتتحرك كتير. شخصية من نول والغضوب طاقة عالية بقى والكلام ده كله. كمان عندها زكاء. والزكاء بتاعها حرك اكتر. والزكاء الحركة ده برضو اجتماعي. يعني هو عنده شخصية تقدر تقول عليها اجتماعية. ولكن المشكلة ان هو بيكون يعني تقدر تقول ان هو شعبية قليلة شوية او يعني مش بحبوب المعنى في الرجال اكتر. ليه? لان صاحب الوجه المعين في الرجال بيكون شخصية فضة جدا جدا جدا. وخصوان لو الشعر كان صلب او يعني اللي هو الشعر اللي هو المجعد. كمان في الستات بتكون الشخصية دي اجتماعية اكتر بقى وعندها زكاء الاجتماعي اكتر. ليه برضو? اللي هي من الشخصيات اللي عندها قدرة على انها تكسب ثقة الناس فيها. او ان هي بتكون شخصية جميلة جدا جدا جدا. انا بتكلم على الشكل. شكلها بيكون كميل جدا جدا. كمان من الشخصيات اللي هي بتكون يعني غير صبورة بالمرة. عاوزة تغير. عاوزة تجرب الجديد زي ما قلت لكم. شخصية قيادية بتحب المغامرة. بتحب انها تكون يعني اللي بتقول المجموعة. ولكن القيادة بتاعتها بتكون بالمشاعر. او بمهنة صح من الشخصيات اللي هي بتحب بتحمس الناس. تدفع الناس. تحفز الناس. تحب انها يعني اه تعمل صورة. تعمل اه قضية تعمل ايا كان مش هتفرق اعمل حاجة انها بتحفز الناس بتدي بتدي طاقة وحيوية ايجابية للناس. كمان من الشخصيات ده ملهمة بتدي افكار جديدة. عندها افكار جديدة باستمرار على طول. الشخص ده لما بيجي يفكر بيفكر في اجزاء من الثانية ممكن يطلع لك افكار جديدة ولكن للأسف الافكار دي ما بتكونش ابداعية او بتكون افكار يعني سهلة ولكن الفكرة ان هو عنده قدرة ان هو يتوارد في الافكار وان هو يجيب افكار جديدة. تخصية طيبة القلب. يعني ايه طيب القلب? يعني بيحب الناس. او بيحب ناس معينة عشان يكون ساطق معاكم. لان الوجه ده من اللجوه اللي هي تقدر تقول لها عندنا نوع من انواع العنصرية. والايه العنصرية دي بقى? ان هو ما بيحبش يتعامل مع كل الناس. او مش بيتقبل كل الناس. بمعنى ايه? بمعنى انا هافترض ان الشخص ده مسلم. ما ينفعش يتعامل مع نسيح. او هيحس ان هو يعني اه لو بيتعامل معها بقرف. بيتعامل معها بطريقة مش لطيفة. ليه? ليه هفهمك? انا بتكلم عن المعين الكامل. اللي هي بتحت هنا. ده ان مش هكسة. عظمة دي والجابها دي. والجاب والواجهة عريق. انا بتكلم عن الواجه ده بزيزات. تمام? ليه بقى? لان هو بيكون عنده الحق عالي قوي. يعني هو مثلا شخص اي لو مسلم فهتليه بيعمل ايه? انا مسلم فانا الحق معايا انا. فانت مش مسلم فالحق مش معاك. فانا وبيحارب بقى يعني اه بيقاتل بيندفع بيعمل اي حاجة عشان يدافع عن وجهة نظره. يدافع عن معتقداته. يدافع عن الحق. يدافع عن الحرية. الشخص ده بيكون عام زيطير كده ما ينفعش تمسكه او ان ده تحبزه ويموت. ما ينفعش مسلا ان انت تقول له اشتغل اعمال مكتبية. مستحيل. مش هيعرف يشتغل في اعمال مكتبية. مستحيل ان هو يكون يعني حد يتحكم فيه ويستفز فيه. تستفزه وهيضربك. ممكن يكون يتعانف عليك لان هو طاقته عالية جدا جدا جدا. الشخص ده كمان بيكون غلاط. ليه? لانه بيكون تلقاء مشاعر وهي اللي بتحركه. مع ان هو عجبيته عليه ده مفوض شخص تحليل. لا لا. الافكار والمشاعر عنده المشاعر هي اللي بتحركه. هي اللي بتكون مسيطرة اكتر. كمان الشخصيات دي منهم يا حقانية. شخصيات حقانية بمعنى ايه? بمعنى انت لقلت له. اه مسلا بتتعامل معا في فلوس او حاجة زي كده. لو اخد منك طلب او حاجة زي كده. وما رجعهاش او يعني ما ما دلكش الفلوس في ساعتها. لو حصل ايه? لو حصل ايه? هيرجع لك الفلوس. ان هو لو ما رجعكش الفلوس غالبا هيكون الله يرحمه. لان هو من الشخصات الحقانية. صعب جدا 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 ان هو يأكل عليك فلوس او حقيقة كان. اه بغض النظر عن باقي الملامح بس هو لو فيه ملامح من ليها العلاقة بالمادية والحاجات دي الموضوع ده هيختلف شوية. طيب. دي صفات الوجه المعين وليه صفات تانية تمام? بس خلانا دي بتتقل في الكورس بس يعني صراحة. فخلانا نتكلم في في العظمة زي بنفسودها بتاعته. العظمة اللي بتاعته دي بتكون جاية كده. كل دي. جنب العين هنا كده. زي دي كده. اللي وره دي ما نجدعه بها. انا باتكلم هي دي. كده دي وجه المعين. كمان الفك بتاعه اه. فك اه. مسحوب. الفك بتاعه اللي هو الفك المسحوب. كده. عام زي الدونجوان بالزبط. ولكن بيكون يعني الفك ده شوية. تمام كده? طيب. اه كمان يعني العظمة هنا يا بردو. ركز معايا كده. اولا البنت دي وجهة عريض تمام? هي البنت دي وجهة عريض. والعظمة اللي ما نتكلم عني. العظمة دي. دي كده عظمة معين. الشخص ده بيكون حقيقة جدا يا جماعة. كمان لو لو تاخد بالك بص كده على البنت دي. ركز معايا كده. دي خطة. الدينة دي كده. مفصولة. يعني ايه? يعني شخص برضو مجادل. اه صحيح يعني هو من الشخصيات المجادلة جدا جدا زي ما قلت لكم بيقاتل من اجل اللي هو بيشعر بيه ومعتقداته والكلام ده كله. العظمة برضو هناك. كل دي عظمة. تكون بار زي وجهة معا في الواقع. اعرض حاجة في الواقع تقريبا والواجه عامل زي الماسة. عامل زي اللي هو عامل زي دايمون كده تمام? كمان كمان لما تلاحز الشخصية برضو غالبا هتلاقي برضو الازم بتاعته مرفوع. لانه من شخصيات السريعة شخصيات بتحب الحركة الاسارة الحاجات دي يعني. وغالبا برضو هتلاقي لون العين بتاعه اللي هو اللامعة. شخصية لامعة كده. شو بصك على الفك بتاعه? ايه هو ده الفك. ده الفك بتاع الوجه المعين. فبس كده سيدي يعني ده كان فيديو مبسطة كده للوجه المعين. آآ باقي المعلومات للأسف بتتأهل في الكورسات يعني. آآ برضو فكرة دي نفس البنت. آآ اعطمها. والاطار طالع كده. اللي هو الدايمون ده. فعندنا كده شخصية صاحبات اطار الوجه الماسي او الوجه المعين. بس كده سيدي ده كان فيديو مبسط كده للوجه المعين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تنسل تشترك في القناة وتحط اللايك وتفعل زهر القضاء عشان وصلك جديد من اول باول. وما تنساش اه تصلي عن نبي ولو عجبك السلسلة دي عشان نتكمل فيها حط اللايك وقول لي تحت في الكومنتات. سلام.